جيداً جيداً يا أصحابي كيف تكونون اليوم؟ أمل أنكم جيداً اليوم سنبدأ بمعارة العلمية 78 في عقل المنزل لذلك اجتبوا عقل المنزل وفعلوا الواقع الآن عقلنا يتحدث عن مَتْش، مَنِي، لَطْس، وَلَطْتُ مَتْش يعني الكثير مَنِي يعني العديد مَتْش يعني ألنزل معناها الكثير من وَـَنْدْئَمْ بَالْبِرِ متساويات مع بعض يوم Mani يعني بدار احكي بعض، وبدار احكي كم عقلми هذا الإشتراك أو الوقع الاخرام حسنا، سوف نبدأ بالحصول المَتْش ومَنِي وَـَاْمِماً وَأْتْشٌ مَنِي بابتْش معناها الكثير ومني معناها العديد بستعمل مطش مع الأسماء الغير معدودة إيش هي الأسماء الغير معدودة؟ هي الأسماء اللي ما بقدر أضيف لها اس ما بقدر أجمعها زي مثلاً ما بقدر أحكي ووتر هي اسم غير معدود فإحنا بنستعمل مطش مع كمية يعني لما بحكي عن كمية شيء بستعمل مطش أسماء غير معدودة متى بستعمل مطش؟ بستعملها مع الأسماء المعدودة الأسماء المعدودة هي الأسماء اللي بقدر إني أجمعها أو أضيف لها اس زي مثلاً بوك بوكس هذا الاسم معدود لإني بقدر أضيف له اس الجمع بستعمل ماني مع الأسماء المعدودة أو مع شيء عدد أو رقم بحكي عن عدد أو رقم وإذ ماني بحكي عن عدد أو رقم أما مطش بستعملها مع الكمية ماني مع العدد أو الرقم ومطش بيوزت مع الكمية بحكي عن عدد أو رقم بحكي عن عدد أو رقم بحكي عن عدد أو رقم كاونتابل ناونز وكمان بستعملهم مع الأسماء الغير معدودة يعني لوتس والوت أوف بيضبطوا مع النوعين من الأسماء حكينا الأسماء المعدودة هي الأسماء اللي بقدر إني أضيف لها اس الجمع أما الأسماء الغير معدودة هي الأسماء التي لا تقبل إضافة اس الجمع عليها لازم نتذكر إنه اللوتس إيكوال اللوت أوف يعني التنتين بيساووا بعض نفس الشيء بقدر أستعمل اللوتس وبقدر أستعمل اللوت أوف وبستعملهم التنتين مع البوث كاونتابل ناونز وان كاونتابل ناونز بستعملها مع الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة أودوا مين بي كاونتابل ناونز؟ شو هي الكاونتابل ناونز؟ حكينا هي الأسماء المعدودة شو يعني اسم معدود؟ اللي هي البلورال اس يعني هي الأسماء التي تقبل إضافة اس الجمع عليها عندك إجزامبل زي كيك هي عبارة عن اسم مفرد البلورال ناون منها كيكس هون قدرتني أضيف اس الجمع فبحكي عنها كاونتابل ناونز اسم معدود لأنها بتقبل اس الجمع طيب ودومين بي أن كاونتابل ناونز شو بنعني بكلمة أن كاونتابل ناونز؟ هي الأسماء الغير معدودة يعني الأسماء ذات كانت بي بلورال اللي مش ممكن إنها تصير جمع يعني لا تقبل إضافة اس الجمع عليها we can't add s أو البلورال s for these nouns إجزامبل عندك مثل water ما بدر أحكي waters bread الخبز ما بدر أحكي breads the same word it's singular and plural بدر أستعمل الكلمة نفسها كأنها جمع أو مفرد هاي الأسماء بحكي عنها uncountable nouns يعني أسماء غير معدودة now to remember we're going to talk about is and are when do we use is and when do we use are we use is with singular nouns بستعمل إز مع الأسماء المفردة and we use are with the plural nouns بستعمل آر مع الأسماء الجمع كمان مرة is we use it with singular and are we use it with plural now let's see our pupils book look at the question number one بحكينا بكوستن نمبر one look look at the pictures we have a yak we have a picture of a yak يعني صورة لثور بحكينا بكوستن نمبر one are there many yaks on the mountain هل في العديد من الثيران في الجبال no there are rent هون لإني سألت عن عدد استعملت كلمة money are there many yaks ولإنه جمع yaks ثيران استعملت كلمة are نمبر two is there much snow on the mountain look at the word snow it's uncountable noun اسم غير معدود ما بقدر أحكي snows استعملت معاها much لأنه بحكي عن كمية واستعملت is لإنه مفرد بجاوب بحكي yes there is now look at the question number two بحكينا ask and answer look at the question number one we have some water in the river في عنا القليل من الماء الماء بالنهر كيف بدي عمال سؤال بما إنه ووتر مفرد uncountable اسم غير معدود فرح أحكي is there much water in the river now sentence number two بحكينا trees و forest هلأ كلمة trees it's countable noun اسم معدود لأنه قدرنا نضيف عليها s الجمع فبحكي are there many trees in the forest يعني هل في العديد من الأشجار be الغابة trees بما إنها معدودة جمع استعملت معاها are واستعملت money لأنه حكينا بستعمل money مع شيء معدود هلأ مطلوب منك تكمل number three four five and number six now question two بحكينا بsentence number one there aren't many birds there isn't much juice انتبهوا للجملة الأولى there aren't many birds عندك كلمة birds جمع اسم معدود استعملت معاها كلمة are وكلمة money الجملة الثانية there isn't much juice juice مفرد اسم مفرد غير معدود استعملت معاها is استعملت معاها much لأنه بسأل هون عن كمية there are lots of birds يعني بحكي هون إنه يوجد عندي الكثير من الطيور وبادر أحكي حكينا إنه lots of a lot of متساويات بادر كمان أحكي بدل lots of a lot of birds يعني there are a lot of birds التنتين صحيحات number two there is a lot of juice يعني في الكثير من العصير وبادر أحكي كمان there is lots of juice a lot of تساوي lots of يعني أتنتين نفس الشيء هلا بحكي لك بي question two point and say look at number one طلع على القارورة أو الصورة الأولى it is a bottle of water قارورة من المياه بحكي there is a lot of water إنه في عندي الكثير من المياه أو هون عندي قليل من المياه فبحكي there isn't a lot of water أو there isn't lots of water بادر أحكي a lot of وبادر أستعمل a lot of هلا الصورة الثانية عندك butterflies فرشات بادر أحكي there are a lot of there are a lot of butterflies استعملت are لإنها جمع وممكن أحكي كمان there are lots of butterflies بادر أستعمل a lot of و lots of بنفس الجملة هلا مطلوب منك تعمل number three four five and six على دفترك القواعد بخط مرتب وواضح هلا هون عندك تمرين على القاعدة عشان تشوفها لك فاهم أو لا complete the sentences using much or many lots or a lot of تذكر إنه lots or a lot of they are equal to each other متساويتين بادر أستعملهم اتنتين there are stars in the sky there is not juice in the bottle that I haven't got فراغ money has Selma got فراغ دولز بتعبي باستعمال much or money lots or a lot of هلا الواجب المطلوب مننا دراسة القاعدة من كتابك اللي هو كتاب طالب لبيبلز بوك وحل التمرين الإضافي اللي موجود عندك بآخر الفيديو يعطيكم العافية لبيبلز بوك يومي 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 شكرا